موسيقى موسيقى نبدأ بمقادير براونيز اللافا قليلة الدسم موسيقى نحتاج لها 3 ارباع كوب سكر 3 ملاعق كبيرة زبدة 3 ملاعق كبيرة زبدة 3 ملاعق كبيرة ماء 2 بيت كوب 1 ونص من الشوكولاتة الحبيبات أو المبروشة نصف كوب من الشوكولاتة الزينة ثلاثين كوب طحين ربع ملعقة صغيرة باكينج فاودر ونصف ملعقة صغيرة ملح وقليل من الحليب السائل أيضا راح نحتاج لنصف ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان ورشة إرفة وفانالا أوكي هلأ هي براونيز يعني في الآخر بس نسبة الزبدة فيها كتير أقل من أوكي هلأ بناخد تقريبا ماذا بناخد؟ المعلقة بنحط شوية شوكولاتة هون هاي المعلقة أوكي هلأ أفرجكم بس الفكرة كيف؟ هاي شوكولاتة بنية هتضل هون هاي شوكولاتة دايبة حضرت تحتها ماء ماء بالزبط بنحط تحتها ماء حتى الدوق طبعا بعيدة عن الماء والماء تكون بهدوء يعني هاي شوكولاتة بنحطها هاي شوكولاتة بنحطها طبعا هو المفروض في سباتيولة عريضة أوكي بنفردها مع الشوكولاتة بحيث إنها تصير رقيقة نتركها شوي تبرد تتماسك أوكي هلا بنتركها شوي تتماسك هلا هون إن شاء الله ما أنساها لا أنا مسكريك فيها لا تخاف في حدا معاكي بالمطبخ لا هي لأنه بنعطيها الشيب المدور للي نفس حجم راح نحط السكر على النار خليني أبعده شوي لحد ما أحط كل الأغراض ورح نحط تقريبا ثلاث معالق زبدة هدول بيكفو هادي هي اللي راح نحتاجها لكمية البراونز طيب ورح نحط مي ثلاث معالق مي ثلاث معالق راح تطع طعمتها أخاف هيا بتطلع لا هي تشئة هي بتعلق يعني متقيلة ما راح تحس إنها براونز خفيف يعني لا راح تحسي براونز عادي بس هو نسبة الدسم اللي فيه أقل نسبة الزبدة لأنه عادة الزبدة بيحطه كوب ثلاثة اربع الكوب كوب ونص حسب المقدع بس أقل من ثلاثة اربع الكوب زبدة ما بيحطه طيب طيب هلأ منتركها هادي لتغلى على النار راح تجعل الشوكولات راح نرجع للشوكولات هلأ شو بنعمل قبل ما الشوكولاتة تجمض على طول ونأخذ هذا الشيب للكاكاو حتى إنه لما يبرد نقصه ونحطه غطى للكاك هلأ فرجيكم كيف فكرة الكاك كتير مهم إنه بعد ما ناخد هذا الشكل عشان ما تتقوس معانا من هوا الغرفة نغطيها نغطيها ونتركها نقبعها بسهولة بعدين هلأ غلي معانا هلأ شو بنعمل خلاص نبعدها عن النار هم هلأ بنضيف النسكة في القهوة القهوة والقرفة أوكي وبنضيف شوكلاة شوكلاة شاهديني تشوف كيف هلأ بتصير زبدة مع السكر والشوكلاة بس شوف زبدة خفيفة صح يعني أنا مش ظالمتكم كتير شايفة كيف بتصير هلأ شو بنعمل منجيب شو اسمه هم الفانيلا ومتضيفها شمعه وريحتي الشوكلاة شو حلوة هم وكل ما جبتي نوع الشوكلاة منيح بيكون أزكى هم هلأ صارت مع الفانيلا منيحة ماشي الحال هلأ بنحط البيض هم هم شوكلاة بتصير تلمع كتير شايني بتصير مع البيض بتصير مع البيض البيض وريدي إحنا حطين قهوة وحاطين قرفة فبيصفي انه نهائيا مستحق وطبعا فانيلا فنهائيا مش رح يطلع معنا ايزا ناخد بيض لانه عادة البيض لما بنحط عشي دافي بيزنخ بس هيك شوفي كيف طلعت شوفي اللمعة هم شايفة هيا هك هلا هون منضيف عنا الباكينج باودر اوه سوري السوداء مع الملح مهم بشوكة بنخلطهم مضبوط لازم نخلطهم عشان ما يكون عنا الباكينج باودر او ال هادي فينا بس نحطها هلا على النار نحنا وين هون هاي خلص هاي لسه بنياها باعرف بس يعني انتي امتيها عن النار لأ حطيتها خرجعتها هلا اه هلا شوفي هلا البيض اوكي هلا التحين بس هي هيك يعني بتعمليها كلها بجاط واحد وما بت شفيها غلبة نجات ابو عمير الصباح الخير وصار القواسمي كمان ما نصبح عليك يا سهير شكرا اليك يا سهير ام عداي كمان مهند اهلا وسهلا فيك وصناء عرفة البتيفور من صار القواسمي صار ابدها البتيفور البتيفور الوصفات كتيره طبعا هو بشكل اساسي زبدة وبيض وحليب او سوري وطحين بشكل اساسي وفيه الوناكهات مختلفة وطعم مختلف هلا هاي الشوكولاتة هاي بدنا نعملها اللي تكون لافا هلا بننضيف عليها انا قلت كمية حليب ليه هلا من شوكولاتة لشوكولاتة بيختلف انه قدي بدك تحطي حليب يعني انا بحط اول شوي وبخلط اوكي اوكي لانه هاي اذا بدي احطها انا راح تجمد على سريع يعني ما استفت منها شي اوكي وبنفس الوقت كمان بضيف لها شوية بانعلها اه انتي كمانت الحليب اللي هلا حطتيها كتير قليلة اوه يعني شي معلقتين هيك بس لسه يعني ما نحسمت موضوع الحليب الحليب هلا بنحط كمان مقطة فنالة مقطة صغيرة بس بس طيب مسرور القاسم شكلا اليك يا مسرور وياسمين ابراهيم صباح الورد اهلا هنا دا الحسني عم تتابعنا من السعودية وبتسلم عا اهلها اللي موجودين بمعدبة والاء فرج الله من الرياض اهلا وسهلا وعز عمرو وزهرة الجبل تحبك كتير فاطمة حبابة انا مشتهي طيب حليني احكي شوي عن هذا قبل ما هذا اللي بيكون شوي شوي بيعلك هاي ميزته طبعا خلاص بنحط فقالب ونخبز 25 دقيقة حسب حرارة الفرن هادي هي هاي هلا احنا عنا البرونيز هلا فكرة البرونيز كيف هاي الشوكولاتة لما احنا بنشيلها بالضبط من الفويل رقيقة كتير بدنا اياها وعشان نغطي فيها هلا شو الفكرة انه البرونيز طبعا انا لازم اقصه قبل لانه اذا بيبرد كتير بيصير بمسك يعني فانا اضطريت اقصه طبعا بشكل دائرة وفتحته من النص هاي 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 ه nossa ه ه ه ه ه ه ه ه ه مش كثير؟ مع إنها مع إن خطرناها فترة منيحة على الغاز طيب هلأ أنا بدي أحاول إن شاء الله تطلع سحنتها منيحة عشان نحاول نفتحها على الهوى أوكي شوفوا كيف فتحت؟ أيوه الله أكبر حلو هاي كمان واحدة قبعة وصخنا الصحن مش مشكلة؟ هي هيك فكرتها مش عارف مبينة للعالم ولا مبينة هايها مسكرة بس تحطيها في الخزق من هون هادي اللافا مبينة كتير فترة واضحة؟ اوه 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 خليني أمسك هذا واو سخن؟ بس جوبة اوكي خلينا حط كمان هادي عشان عبيهم شوكولاتة شايفت؟ هاي هليكم تسبحوا اليوم شوكولاتة اوكي هاي كيف تتأكل حلوتها بس نفرج العالم على الهواء بس نفرج العالم على الهواء يانا انا انه مجرد ما تفتحيها هيك هم بتلاقي التشوكولت بتستناكي جوا التشوكولت بتقولك تعالي 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 يلا بس احرانا نفرد في شكلها كتير بديك تمسحيها من هنا لا خلاص هي التشوكولت أصلا لا هي بس اتطرح نمسحها يلا لأنه هذا مشكلة اللي وقع في الصحن عادي أصلا هو اللافا لازم تنزل أصلا إذا بدك هادي هي مش الله تحبوها اشتركوا في القناة